موصلنا لحد 2022 هل في تباين واضح في الأجيال في الموهبة في مصر هل حصل فعلا ولا الموضوع الموهبة موجودة واللعيبة المميزين موجودين بس احنا عندنا مشكلة في إدارة الموهبة دي مشكلة في إدارة الموهبة إدارة الموهبة بالتبا بقى نفس اللعيبة ونفس التيم معهم درب مش جايين مش قايلين أي حاجة عارف المستوى وحش التعب بتاع وتيجي نفس اللعيب معهم درب تاني فيه نجاح كبير جدا المدرب هو اللي بيقدر يخرج أحصل حاجة عند اللعيب المدرب هو اللي بيقدر يخلي اللعيب بلعبه هو فايق يعني في ضغط أسألك السؤال خيالي شوية لو نفس الجهاز الفني 2006-2008-2010 موجود دلوقتي مع المجموعة اللعبين اللي موجودين في الكرة المصرية يقدر يحقق نفس النجاحات 2006-2008-2010 نا وارد طبا وارد بس ما هو برضا مش قول الجهاز اللفظ الظروف نفسها هل هتساعدك كلها يعني أقولك الهاجة يعني مثلاً نيجي نتكلم على اللعيب المحليين دلوقتي أيوة اللعيب المحليين أخطاء إدارية أثرت على الأداء الفني في الدوري كله يعني ماينفعش دوري تلاعب كل ثلاث يوم مبراه ونلعب سنة كاملة بسبب إيه؟ يمكن أنا بقولها الناس زهت مني بسبب السنة بتاعة الكورونا ما تلغي الدوري وابدأ دوري جديد في نفس المعاد إحنا بدأنا رجعنا في شهر ثمانية نلعب نستكمل 18 أسبوع فبتدأ نلحم موسم وراء موسم وراء موسم وبعكد الأجندة السنة اللي فاتت كتعالية جداً أجندة الدولية فيه توقفات فوق المتين يوم كتير فإنت عندك تخطيط مستقبلي عندي أجندة مسحومة بشكل اتنين أفريقية دخلوا ببعض على تصفيات كسعالة ملاطق فالديني مسحومة طب ما تعمل سنة استثنائية عشان تقدر تشتري السنين اللي جاية أيوة إحنا ليه يعني الدوري خلص وهنبدأ دوري جديد في نص أكتوبر يضغط اللي بعد واللي بعد هتبدأ العيش مضغوط طيب الوقت يمكن هيفيدك السنة الجاية ربنا يعني التوفيق ساعدك اللي بتولي طافيقها أتأجلت دي لو بتولي طافيقها موجودة قطورة أزمة قطورة تعاني فلازم الناس تخطط صح ولازم اتحاد الكرة يبقى كلمته قوية ومسموعة لازم يبقى قوي عشان مستقبل الكرة طب وقت ما كنت موجودين في جهاز الفان المنتخب مصر كان اتحاد الكرة كلمته مسموعة مش قوي يعني طول الوقت يعني عشرته اتحاد الكرة يعني كلمته مش مسموعة قوي تحديل الأهل والزبال ولكن كان الجدوى المرتاح كان الدوري بيبتدي في معاده ممكن بيحصل حاجات بسيطة لكن بتخلص في وقت كويس صحيح بوقتك الأجندة الدولية كلها بتاخدها مسترياحة ما عندك مشاكل عدد المحترفين كان قليل المحلين كتير فبتقدر تعمل تعمل معسكرات وتخش بقى تدخل ميده على زيدان على أحمد حسن المكان بره على عبدالزهر الساعة تعرف بتعمل بمناسبة المحترفين 2006-2008-2010 كل شوية قررها عشان ده الجيل استثنائي التاريخي على مدار تاريخ منتخبات مصر والناس دايما كل ما نبقى وحشين يربط بالجيل ده لما نتحسن شوية الجيل ده قريب من الجيل وحكذا يعني دولوقات عنا نربط بالجيل ده بالإنجازات دي يقولك تم ما احنا كنا 2006-2008-2010 بنكسب بمحترفين قليلين جدا وانتو عايزين تطلقوا محترفين كتير ليدا احنا لما نطلع محترفين بنتضر لما يجي محترفين كتير لمنطقة مصر بنتضر رأيك ايه في المقول؟ لا طبعا كل ما تزود المحترفين كل ما النتيجة بتبقى حلوة يعني تعمل إنجازات كويس ويمكن وقتها اللاعب المحلين كانوا اللاعب المحلين دون المحترفين برضو يعني كان عندنا مجموعة كلها ممكن تلعب بره من سراحة أو تريد كان ممكن يلعب بره وشاوي كان بلعب بره ورجاء أحمد الحاسة كان بلعب بره عبدالزاهر بره النازل كلها قد تقدر تلعب أكبر عندها بره لكن هو كانوا محترفين في مصر فكله أنا بقول كله محترفين ولكن لما توصع القاعدة بتطلع حد صغير من دلوقتي عشان المستقبل يعني عمر مرموش لعيب رائع برضو 22-23 سنة إضافة كبيرة لمنتخب مصر مضبوط طبعا محمد صلاح مصطفى محمد طبعا تريزي جي يعني في مجموعة كويسة تقدر تنقل الجيل ده نقلة تاني نقلة كويسة تصفات كاس العالمة جاية إن شاء الله تبقى تسهلة جدا ما فيش مشكلة بتسع وانا فرغي هيروحوا كاس العالم بالزبط فالأمور تبقى أحسن يعني تبقى إن شاء الله الأورة تبقى كويسة بس طريبا تسعى لازم تبقى أنت موجود فيها يعني ما ما فيش زار يعني إنت لو مردتش هتروح هتروح بزرط كده ومعك مدرب أعد أربع سنين يعني بيش دارب راحته اللي بيقولوا عليه مشروع أي مدرب بيروح أي حتة بيروح بقى فيه هدف الهدف هم مسلمينها والوقت مشروع لكن هو هدف هدف في ورق اللي أنا المنتخب ده هعود أربع سنين هيقابلني اثنين مثلا أو ثلاثة كاس أمم وأربع كاس أمم اثنين كاس أمم وكاس عالم الأهدف بتاعتي إيه واحد اثنين ثلاثة أربعة وأنا كراجل متابع أو الناس في اتحاد الكورة شايفين الكرب بتاع التيم عامل إزاي الأداء عامل إزاي والأداء ده هو بيديني يعني انعكاس إنه هروح كاس العالم هحقق حاجة كمان في الكاس العالم مش هروحه بس الطبيعي يعني إمكاناتنا تسمح بكده فاللي هو فتخطيط لهدف صحيح أصلي محبش كلمة مشروع ما هي من زمان إنت المجيب مدرب في نادي بتقعد معاه تقوله مش هتقوله مشروع هتقوله إحنا هدفنا كذا طب هنخطط المدرب بيقولك هخطط الهدف ده إزاي محتاج واحد اتنين ثلاثة إمكانات ميزانية كذا لعيبة كذا عشان أقدر أحق الهدف بتاع النادي صحيح أو أقدر أحد الهدف بتاع التحاد الكورة اللي أنا فأوفر لك كل اللي أنت عايزه من ماتشات ودية كل حاجة تبقى دوري منتظم دوري منتظم يعني لازم أوفر له دوري منتظم طبعا ما جيش أصنق الدوري زي ما عملنا مع كابتن حسان بدري والغي اتنين أجندة دولية عشان دوري تلعب لأن كل أجندة دولية ودية أنا في احتياج لي عشان عددها قليل ولازم يعني عندي وجهة نظر في موضوع الأجندة الدولية لازم أصطدم بماتشات كبيرة لازم أنت كنت مختلف مع فكرة إحنا نبدأ مع فيتوريا بن نايجر ولايباريا أنا عايز المدرب ما يسمحش كلام حد من المصر ها ها هلوة دي بعد يعني بجد بحس في يعني مثلا أجيريا المجي متهالة ملاله حاجات كده إحنا كنا نبدأ مع كبر دفاعيا عايزين نهاجم ها إحنا عايزين نغير نجيب لعيبة جديدة ما تسيب الرجل يشتغل تشوف فكره إيه اللي عايز دفع يدفع لقيت كلام كيروش كان عجبني كيروش إن هو بيختار من دماغه بيعابل من دماغه بغض النظر فشل فشل طب اه فشل اه هو إن إيه نجاح للحصل احنا وصلنا للنهائية بس ما أخدناش عاجل بس ما هو كيروش مستلم منتخب مصر والناس مش متوقع زيه بالضبط لا 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 مش متوقع ما استلمش استلم عنده وقت كبير جدا يقدر يبني تيم قوي جدا اه وقت كبير يعني كان عنده ما جايش اختبارات قوية اشتغل فيها غير في كاس الأمم انت كان عندك وقت كبير جدا بطولة عربية تختار براحتك اللعيبة وعما فتحت المساحة كبيرة ووسحت قاعدة للاختيار ومتشات أفريقيا كان ضعيفة جدا جدا يمكن ماتش في تونس ومكانش لال يعني كانش ناتيك تؤثر في أي حاجة ولكن ماتش اكبر انه ماتش ودي انت ربتمكنوا بطراهين بكاس الأمم نفس الكلام النهاردة المدرب الموجود فيتوريا فيتوريا عنده وقت كويس جدا ومساحة مفيش اختبارات لكن عايز اعمل اختبارات مش اختبارات عشان احكم عليه أنا عشان هو يحكم على فرقته يعني مثلا باشوف تونس لعبت مع البرزيل غانا لعبت مع البرزيل مغرب لعب مع شيلي لعب مع الجوي بس انت كمدرب جديدة كابتن حمادة مش بتحب تتدرك بالمباراة تبدأ تشوف الأعراصي بتاعتك انا عايشه بفرقتي عشان اعمل تيم قوي اصنت عشان تاخد بطولة افريقيا هتنافس السنغال والجزائر هتنافس فرق كبيرة عشان اروح كاس العالم هنفس في الاخر هاستضب بفرقة قوية عشان اروح كاس العالم في كاس العالم عشان اروحه تضرر بعد كده فلازم ابني تيم من دلوقتي كابتن حمادة فيه مدرب لعب كوريا الجنوبية والدين اتغلب اربعة مشي فانت تلعب البرازيل لا اولا كان ماشي من قبل ملعب المطش من قبل ملعب المطش الرسالة وصلت اللي هو ماشي قبل ملعب ببراعة مباراة كوريا صح؟ اه فلا انا بس بقيت اخاف من ايه واعتقد ان المدربين وزي ما حالك قلت هو ممكن يتقلوا كده هتلعب مع الارجنتين هتلعب مع البرازيل انا سمع يلعب مع بلجيك بس مش عارف المباراة خمسين خمسين اه خمسين خمسين برضو نفس كل الاجندة الدولية كل اللي جاي بتعندك لعبة يعني اد السيخة اللعبة دي واللعبة بتعام مطشات كويسة مع الفرقة الكبيرة صحيح يعني شوف يعني فرقة اه الشابه ده هتقابله في افريقيا في بعض المطشات اللي فرقة بتلعب زون ديفينس صحيح طيب هسألك عن انتباعاتك عن فيتوريا طبعا مفيش حكم عليه ولكن انتباعات بكل تأكيد في اول مباراتين